نالت حكومة رئيس الوزراء التركي الجديد أحمد داود أغلو الثقة في البرلمان اليوم إثر حصولها على غالبية أصوات النواب وذكرت وكالة إخلاص التركي للأنباء أن الحكومة الجديدة حصلت على تأييد 306 نواب في حين رفض 133 آخرون التصويت للحكومة لنيل الثقة ويتولى رئيس الوزراء منصبه الجديد في ظل تحديات كبيرة تواجه حزبه العدالة والتنمية الحاكم من أهمها عملية التسوية مع حزب العمال الكردستاني والحرب الدائرة بالقرب من الحدود التركية الشمالية والجنوبية في كل من سوريا والعراق فضلا عن الصراع الداخلي مع ما يسمى بالكيان الموازن